اشتركوا في القناة اليوم راح نتكلم عن بإذن الله تعالى تدوينه فيما يتعلق بالاستقطاب أسراره وأخطاء ومهارات داخل هذا العنوان بإذن الله تعالى مع ضيفنا الدائم أبو محمد حياك الله حياك الله أبو بديس الله يتكلم سعيد أن نجدد اللقاء الله يسعدك يا محمد معكم والله يباك الآن صار عندي طموح حطيت الطموح بقي مسألة تكوين فريق العمل سواء على مستوى المنظمة ككل أو على مستوى بعض الفرص أو الانشطة أو النشاطات أو المشاريع أو المبادرات كيف أولا نبدأ الاستقطاب؟ ما هي الأخطاء الأبجدية في مرحلة الاستقطاب؟ وما هي توصياتك داخل هذا الملف؟ جميل طبعا الجانب الاستقطاب واستقطاب الموارد البشية من الجوانب الجدا جدا مهمة وضورية ضورية تمكن من القيام بها بشكل مهني وإبداعي وأيضا إعطاء هذا الملف عناية كبيرة جدا النجاح في هذا الجانب تحديدا هو عبارة عن أداء أهم واجب يعني يضمن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نجاح كيانك منشأتك مبادرتك مشروعك فالاستقطاب والنجاح فيه هو الحقيقة يعني نتيجة تحقق إذا الله وفق فيها الإبداع وأيضا يعتبر الاستقطاب الجيد اللي يتم داخل المنظمة هو قيمة مضافة للمنظمة ما الفرق بينه وبين التوظيف التوظيف هو عملية إجرائية في الغالب الاستقطاب يعني يختلف عن التوظيف أن يدخل فيه جانب القدرة والمهارة عند الفريق اللي يستقطب سواء كان الفريق ممثل في بطل أو شخص أو ممثل في لجنة لجنة إن صحت العبارة والحقيقة خلنا نكون يعني أكثر دقة في الأخيرة هو يعتمد على قدرة الالتقاط وقدرة الالتقاط أنك تعرف الهدف من هذا الالتقاط ابتداء حتى تسقط هذا المستقطب في المكان المناسب وهذا الجانب جعلني أعتني به بشكل كبير وحتى أقدمه وألقي فيه محاضرات بشكل مستمر ودعم اللي هو جانب الاستقطاب بل أكون صادق أنا في أستاذ لي بعض في عدد من الأكاديميات في جانب الموارد البشرية كاهتمام بها جل ما أقدمه خلال لقائي في هذا الجانب هو في جانب الاستقطاب لأني أرى أن هذا الملف تحديدا هو مفترق النجاح لكل بطل إذا تمكن منه تمكن منه النجاح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نحن لا نتكلم الآن عن استقطاب البطل البطل الآن اخترناه لكن نتكلم عن البطل كيف يستقطب أبطاله ممكنات له يستقطب أبطاله ممتاز أولى شك نهم من أكبر الممكنات هؤلاء الأبطال كيف البطل يستقطب أبطاله ويصبحون أدوات فاعلة وممكنات نجاح له بشكل كبير أعتقد أبو محمد من أكبر الأخطاء أحيانا بعض الجهات لا يعرفون ما يحتاجون بالضبط والله أنا شفت أبو محمد أعجبني لأي سبب كان أحيانا تكون عملية استقطاب هي ردة فعل لموظفين موجودين أنا عندي موظفين باردين فألقى واحد حي أقول يا أخ هذا اللي بيصلح لي ألقى ناس مثلا واحد ملتزم بالوقت وعندي ناس يتأخرون فتكون ردة الفعل في عملية الاستقطاب يكون بناء على ردة فعل وليس على الاحتياج حقيقي للمنظمة هذا واحد صحيح أحيانا العشوائية في الاختيار أعلن ونشوف السيفيات ونقابل الناس فلا خير ننزنك يلا نشيل أي واحد وتعال ثلاثة كثير من الناس ويمكن أنا أصار بيني وليك حوارات من سنوات يعني لا يؤمن بمبدأ الوفرة ويشعر أن المميز ندرة هذا الشعور يجعله يقبل بأنصاف المستخطبين يعني هذه بعض الهموم كمقدمة وودنا نسمع يعني تعليق جميل وسنتعرض لجزء كبير من الهموم اللي ذكرتها وخاصة الوفرة والندرة وغير إذا خلني إن سمحت لي ببدر قدم مقدمة في موضوع الموارد البشرية وبكون مقدمة سريعة جدا في موضوع الموارد البشرية مقدمة شيئة هي ألفت فيها كتب وتخصص كامل في الجامعة أربع سنوات من الصعب أن نحن نحيط بها في لقاء لكن المام ببعضها وبعض تاريخها وكيف وصلت لما وصلت له الآن يعني يعطي نظرة يعني إن صحت العبارة شمولية ويجعلنا ندلف لما نبتغي اليوم في تدوينتنا أن نحققها أو نتحدث عنه بكل يسر وسهول أولاً لابد أن نعرف أن الموارد البشرية من معايير التمييز حتى في معايير التمييز في مثلاً على سبيل المثال في الـ FQM على سبيل المثال وهي أحد أبرز هذه المعاييرت ويسمونها في معايير التمييز من الممكنات الجانب الآخر الموارد البشرية عموماً كتاريخ في التعاطي مع الموارد البشرية تحديداً قبل أن نتحدث عن الموارد البشرية بدأت بما يسمى الصخرة والعبيد ثم انتقلت إلى مسمى العمال وأن هؤلاء عمال ثم بعد كده انتقلت لمسمى الاستثمار في رأس المال البشرية الاستثمار هذا هؤلاء العمال ثم انتقلت إلى جانب الشركة وفي مدرسة أخرى لا يعني سارت نحو خطوات أخرى وخاصة في التعاطي معها مؤسسياً قبل قليل كنا نتحدث في التعاطي معها فردياً عبيد وعمال وشركة واستثمار الآن نتحدث في التعاطي معها مؤسسياً وهذه سارت في عدة مراحل المرحلة الأولى سميت بإدارة المستخدمين المرحلة الثانية سميت بإدارة الأفراد ثم ترقت قليلاً وسموها إدارة شؤون الموظفين أو إدارة شؤون العاملين ثم ترقت وصارت إدارة القوى العاملة ثم وصلت للي وصلت له الآن اللي هي إدارة المواجد البشرية اللي احنا وصلنا له ونتمنى أن تصبح إن شاء الله ويعتنى بها أنا شخصياً أتمنى العناية بالموارد البشري أن تصل إلى أن تكون رأس للمال البشري نتحدث عن رأس المال وأن يكون مدراء الموارد البشرية بالذات في الكيانات الكبرى هم أحد النواب ويسمى النائب ليس للموارد البشرية النائب لرأس المال البشري هذا يعني مدخل بسيط في جانب الموارد البشرية طيب الموارد البشرية هي شرائح وقبل أن أتحدث عن هذه الشرائح خليني أقول لك شيء يعني يكون هو ليس مفاجئة لكنه هو واجب لا نقوم بحله دائماً أن الموارد البشري الأزمة فيه هي تأتي من قبل المقابلة كمخرج تعليم مثلاً؟ خلني أتكلم عن البطل اللي يستقطب فقلنا من التدوين الأولى سنحيّد بعض طيب أيه بعض المؤثّرات فخلنا نتكلم عن البطل البطل الذي يتعاطى مع الموارد البشري فقط من لحظة إعلان واستقطاب هذا في الغالب لن يوفق يعني في استقطاب الأبطال المميزين في منظومة بنمر عليها اليوم وضعتها في أربع خطوات بنعلق عليها تعليقات يعني لعل يعذروني الأخوة المستمعين وقتك دائم أنت حدني سيف الوقت دائم مسلط علي من قبلك أبو بدر أني أحاول هذه المنظومة أمر عليها مرور سميع وتعليقات مصاحبة لها وبعض التوصيات المصاحبة لها نحاول يعني لملم شتاتنا في هذه التدوينة السريعة نلجع لشرائح شرائح المورد البشري شرائح المورد البشري هي ثلاث شرائح الشيح الأولى المعروفة اللي هو موظف أي أن كان بطل أو غير بطل قائد مدير أي أن كان مسمى يعتبى موظف الأخير في الكيانات المؤسسية النوع الثاني اللي يسمى المتعاون 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 وهو يعني عشان نقلل الشرح والوقت خلنا أخذ النوع الثالث وهو المتطوع طيب زادت الآن زاد الالتباس عندي عشان كده أنا حبيت أذكرهم أولا ثم يعني أفرق بينهم تفريق سيء الموظف هو اللي يرتبط بالكيان ارتباط كامل له حقوق وله يعني وبشكل رسمي زي ما تفضلت وبعقد مستمر وأيضا بدوام كامل المتعاون وبأجر طبعا بالنسبة للموظف وبحوافز ومميزات إلى آخر المتعاون يعني هو شبيه بالموظف إلا أن عادة هو جزء من الوقت والأجر المالي هو مكافأة ليس راتب إيش الفرق ما فيه التزام ما فيه علوات ما فيه قد يكون فيه يعني ما أشبه بالعلوات والحوافز لكن قضية الالتزام بهذا العنصر البشري ليس موجف أي لحظة أنا مع هذا المتعاون إذا انتهت الحاجة وانتفت الحاجة أستطيع أني أشكره واستغني عنه واستغني عنه لكن الموظف لا إذا انتفت الحاجة ولا زال عقد ساري أنت ملتزم به ملتزم به ملتزم به المتطوع هو الذي لا يأخذ أجر ولذلك فيه لبس كبير واليوم مما جاءنا نتحدث عن المتطوعين لكن بس من باب الإضاءة فيه لبس كبير ما بين المتطوعين والمتعاونين كل متطوع يأخذ أجر كثير أو قليل ليس متطوع متعاون قولا واحدا مهما قال من قال وبرر من برر طب حتى لو كان الأجر ليس مالي مثل مثلا أن أن يبرز اسمه مثلا في مشروع ما هذه نتكلم عن حوافز حوافز نعم نحن نتكلم عن حوافز يعني توقعت أن تسأل تقول حتى لو كان هذا مثلا قيمة مثلا احتياجه في الملبس على اساس يقدم الخدمة التطوعية أو أكله مثلا أو مصرفات تنقلة لا هذه نعتبرها حوافز أو ممكنات لنجاح التطوع ما تعتبر أجر أو مكافعة المكافعة على اسمها عمل خدمة مقابل مال إذا تحولت عذرا على المقاطع إذا تحولت إلى خدمة مقابل مال فأنت تتحدث عن متعاون متعاون جيت أنا باشتغل معكم أو موظف باشتغل معكم بس أعطوني لابتوب أنا طالب جامعي وكذا ومدريش نعطيك لابتوب أنا متطوع إيه تقدم به أقدم به وأشتغل عليه وأملكه إذا كانت مكافعة أو مشترطة زي هذه يعتبر متعاون متعاون أوجهت نظر يا شخصية كثير يراني يعني متشدد في هذا الجانب لكني أنا أقول لا نفسد زين مبادرات التطوعية وأيضاً نوايا الحسنة عند المتطوعين بالمكافآت لأن تنقلنا من نوع وأسلوب في إدارة المورد البشري إلى نوع وأسلوب آخر في إدارة المورد البشري له استحقاقاته وله آلية عمله المتطوع غير المتعاون قولاً واحداً في طريقة التعامل معه قولاً واحداً جميل مختلف عنه ومختلف حتى في الاستحقاقات ويتكلم عن الاستحقاقات المالية فقط ومختلف أيضاً في قضية الالتزامات وسلوب التعاقد واحتساب الساعات التطوعية إلى آخر البطل في الاستقطاب يدور حول هذه الثلاثة؟ طبعاً البطل أو تمكين البطل من الاستقطاب نحن يتكلم عن الثلاثة لكن اليوم بنأكد على قضية الاستقطاب الدائم اللي هو الموظف طيب هل هو من المنطقي التدرج الطبيعي أفتح مجال المتطوعين أعجبني عشرة آخر من العشرة أحولهم متعاونين أعجبني من العشرة ثلاثة أحولهم إلى الموظفين هل هذا التسلسل مجدي؟ لا شك إن المرحلية في الاستقطاب فيها جانب أمان وأيضاً ضمان في نفس الوقت لكنها قد تطيل الدائعة يعني مرورك على المستويات اللي ذكرتها وهذا موجود ومعتاد أكون معك صريح كثيراً متطوعين تحولين متعاونين بعدين تحولوا إلى موظفين لكن هناك طرق أفضل من وجهة نظام أفضل بإدارة المشهور أو بإدارة التنسيق إدارة المبادرات والمشاريع وإدارة التنسيق من أكثر المواطن بالذات التنسيق اختباراً اختباراً للأبطال ومدى قدرتهم على القيادة نبغى تدوينه في التنسيق أبو محمد لك فيها تجربة ثرية صراحة جميل إن شاء الله بإذن الله هذه ما وضعناها لكن أبشر نضاحه من ضمن الله ممتاز طيب أحياناً يعني أنا أعجب بمتطوع يتحول إلى متعاون بعدين لما أوظفه يفشل يبدو وأحتاج تعليقك أن قدرته على الالتزام أبو ساعتين وعدم شعوره بالتقييم والضغط هي التي أنجحت تحول إلى موظف صارت الساعتين خمس ساعات جميل لا أنا خسرت واحد وفشل هو في هذا الاختبار هل هذا من الأسباب يعني؟ قد يكون هذا من الأسباب لكن الخلل وين موجود أني اعتمدت على المراحل اللي أنذكرته يا أبو بدر أني أنا أجيب كنت جايبه متطوع وبعدين انتقلت معه إلى متعاون بعدين انتقلت معه إلى موظف هذه المراحل بحد ذاته ليست كافية لسبر الآخرين ومدى إمكانية النجاح معهم كأبطال قد يكون كموظفين ممكن لكن كبطل كقائد كعنص إذا كفاء أو فاعل قد تحتاج إلى خطوات أخرى مثل ما ذكرت واحد منها أنه يكلف بمشروع حتى لو كان في البداية صغير وبعدين مشروع أكبر أنا أرى أنه أجدى منه أنه يتنقل ممكن أنه يكلف بها من خلال تنقله في الوظائف اللي ذكرتها من متطوع إلى متعاون إلى موظف لكن يكون هذا مبرمج عندي أني سأنتقل في مستويات وأجرب في أحجام مشاريع مختلفة وأؤكد على تجربته في مشاريع تنسيقية جميل مشاريع تنسيقية جدا كاشفة كاشفة ونتكلم عن الاكتشاف اليوم إن شاء الله تضرب ليش أنا وضعت المنظومة من الأربع خطوات اللي ذكرتها قبل قليل لأني وجدت أن كل كتب الاستقطاب ومواد الاستقطاب تضع مرحلة طويلة جدا وأنا أشوفها إجرائية تركز على الجانب الورقي وعلى الجانب الإجرائي أكثر من اكتشاف العنصر البشري تركز على الجانب الورقي والإجرائي أكثر من البشري وبالتالي يصبح القضية هي تعامل مع أرقام ونسب ومؤشرات ومؤشرات لكن لا نتعامل مع عناصر الكفاءة لدى المستقطب فأنا غيرت وسويت منظومة استقطاب ووضعتها من أربعة أركان بدل ما هي خطوات الاستقطاب في جل كتب الاستقطاب من ست أو سبع أو ثمان خطوات ودائرة طويلة وإجراءات قد تكون مناسبة لما ذكرت أنت في بداية لقاءنا للتوظيف لكن ليست مناسبة لاستقطاب الأبطال واستقطاب الكفاءات فلذلك وأيضاً لتعالج الخلل الموجود أن الاستقطاب لا يبدأ من خلال إعلان ومقابلة هذا خطأ قولاً واحداً هذا أول خطأ الاستقطاب يبدأ من لحظة أنني عندي القدرة على الاكتشاف لذلك منظومة الاستقطاب عندي التي أتكلم عنها هي عبارة عن أربعة مراحل مرحلة أسميها مرحلة اكتشاف ومرحلة أسميها مرحلة الاستقطاب ومرحلة أسميها مرحلة التأهيل ومرحلة أسميها مرحلة التمكين هي أربعة مراحل لو تمر على خطوات الاستقطاب اللي في الكتب وكذا تجدها تهمل هذه الجوانب بشكل كبير وتركز على اللي قلناه الجانب الإجرائي وعلى الجانب والورقي حتى السيفي لا نعرف كيف نتعامل معه ويمكننا أمر عليه اليوم بشكل كبير كيف أكتشف الناس من خلال السيفي وهل السيفي أداة اكتشاف حقيقية للآخرين هنا يعني يحصل الارتباكات وارتباكات البوصرة والاستقطاب الخاطئ في مبادراتنا ومشاريعنا وكياناتنا ممتاز الآن ندخل في مرحلة الاكتشاف الاكتشاف أليس قبل الاكتشاف محمد أنا كقائد أو كبطل نعم أحتاج إلى وعي باحتياج منظمتي واحتياج كياني علشان بناء على المقاسات أبدأ أفصل في الاكتشاف لا شك لا شك الوعي بمنظمته وكيانه وهذا بيساعدنا وين اللي تحدثنا فيه في اللقاءات السابقة في الأيام الماضية لما تكلمنا على موضوع الإنضاج وكيف أعرف احتياجي وعلى الطموح وكيف أعرف من المورد البشري اللي أحتاجه فالآن تشكل عند القائد عند البطل من هو المورد البشري اللي يحتاجه والمطلوب ولكن هل ينتظره؟ هنا نقول لا لا تنتظره لما يجيك على الطاولة أشارك تقابله لا ننتظر الأبطال على الطاولات احنا والمفترض أن القادة يسعون لهم في صحة العبارة في أعشاشهم في الأماكن الموجودين فيها أخلاقيا جيدة هذه محمد أني أروح للملتقيات أروح ولقيت واحد كويس واحد هميم واحد كذا يعني ما الضوابط الأخلاقية في انتقاء الأبطال ما تبلاقي بطل فاضي جميل لا ممكن تلقى بطل فاضي وخصوصا لما يعني أنا من الناس اللي أركز على استقطاب الأبطال وال واللي عند الكفاءات اللي لازلت واعدة في العمر وحديثة العمر حتى تبنى بشكل مهني وسليم وفعلا تصبح قيادات واعدة من الذكور والإناث بس أنت لست مع خطبة الموظف موجود في مكان ما في ملتقة في شفت في مشروع جاءكم في جهة يقدم تقرير أو يعني هذا من جانب أخلاقي له حديث ممكن أعلق عليه وليه في له تعليق مشهور أنا لا أرى يعني أن نستقطب المستقطبين على ثغره وعلى لكن هذا الموضوع ذو تفصيل كبير يحتاج هذا هذا بس السؤال هذا يحتاج يعني حديث طويل جدا فيه لأن له يعني عدة استثناءات وايضا حالات مختلفة يعني أنا أعطيك مثال لما أنت تكون لست مستقطبا ولكنك مستشاغا لهذا الشخص وتجد أنه يعني ليس في الموقع والمكان المناسب له أنا أقول أنت مؤتمن أنك تجي تقول ترى مات وين المكان اللي بيكون أدائك أفضل وأنسب لك يعني هذا سبيل مثال يعني ما نقدر ناخذ اللي قلت على إطلاقه وأنا فكرة أي بالمشكلة أنك تروح ملتقيات مناسبات يعتاد وجود مثل هالأبطال فيها وأنك تتواصل معه ماذا بهذا الصعوبة الصعوبة كيف تعرف كيف تعرف نعم هو مرحلة الاكتشاف وهذه المرحلة فيها جانبين مهمين إذا توفقت في البطل استطاع أن يكون بطل كشاف للأبطال إذا ما توفقت والله من النادر أنه يكون عنده هذا القدرة على الاكتشاف أنا وضعت جانبين عند البطل إذا وجدت فيه وهو قادر على اكتشاف العالم يعني نقول قرني استشعار الآن يلتقط من خلالهم والأبطال نعم الجانب الأول يعني أن تكون لديه عين مكتشفة لابد أن يعني يمرن نفسه ويمرن عينه أنها دائما تكتشف من خلال المواصفات العلامات المواصفات والعلامات صدقني يا أبو بدر والكلام للأخوة والأخوات المشاهدين سهل يعني كثير مننا يعني ممكن يكتشف هذه المواصفات الصعوبة أن أن تؤمن زين بنقطة أخرى قادمة إذا آمنت بها زين تأهيل وتدريب نفسك وعينك إن صحت العبارة أن تصبح عين مكتشفة يصبح يسير وسهل أن تؤمن بالوفرة لا بالندرة اللي ذكرتها في هديفك هاي صعب بل نشرحها أكثر الوفرة تقصد أن ترى الأبطال موجودين وأن الكفاءات متوفرة وليست نادرة وأن الخطاب اللي يقول أنها نادرة وخطاب لا نقول خاطئ ولكن الخطاب قاصر لأنه لا يمتلك عين قادرة على الاكتشاف صحيح وكثير يحتج علي لما ألقي في هذا الجانب ويقول لي طيب حديث الرسول السلام عليهم واضح نعم لا تكاد تجد فيها راحلة نعم الناس كئب الامية لا تكاد تجد فيها لا تكاد تجد فيها راحلة هذه حجة أنا أقول عليك ليست حجة لك كيف؟ أغسول أكد أن فيه أنه ممكن تلقى راحلة نحن نقول ما في راحلة أي نحن ما فيه ما فيه ودائما لما تسأل الناس يعني أنا قابلت ناس جلس يعني أنا يعرف واحد جلس قابلت يمكن أكثر من مغرب مرت أربع سنوات بعقلية الندرة أي بعقلية الندرة يقول الله ما لقيت مدير أربع سنوات لمشوعين هذا غير صحيح طب قطعا 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 موجود موجود وقطعا نمر عليه لأن عينه غير مكتشفة واللي جعل عينه غير مكتشفة ابتداءا أنه يؤمن بالندرة لا بالوفرة فالناس إبلهم لا تكاد تجد بينهم معنا فيه موجود الرسول ما قال ما فيه لا تكاد يعني تحتاج تنقب بشكل أحسنت أنك تجد راحلتك زين يحتاج أنك تؤهل نفسك زين لمعرفة هذه الراحلة حتى تجدها ف وهنا يجي أكبر صعوبة جل الناس ذكور وإناث للأسف حتى قياديين وقياديات دائما تستسمع هذه الإجابة ما فيها حتى ما يسملون إيه ودائما هو ينظر داخل عباءته لا ينظر خارجها فبالتالي ينظر إن هذا ما يستطيع وهذا ما يقدر وهذا لا زال وهذا يبغى تأهيل وهذا يبغى تدريب طيب فكرة أني ألقى أحد جاهز هذه فكرة خطأ؟ ليست فكرة خاطئة هذا اللي يمنع الناس إلا هذا مبجاهز أنا مبجاهز معناها ما في حد لكن قاعدة خاطئة لكن لاحظ ليست فكرة خاطئة لكن قاعدة خاطئة سنت اللي يؤمن بها عنده اشكال أصلا تناقضي في الفكرة هذا جاء مبجاهز أنا مبجاهز أنا مبجاهز فما وظف أحد هو كان يقدر يأخذ أربع من عشرة بس هو فضل الصفر هنا يجيني لجانب آخر في تعييف القيادة يعني وفي تعييف القائد تعييف الصحيح كثير عيف القائد أو القيادة هو تحقيق الناس نحو الهدف وغيره من التعييف تعييف القيادة يمكن مئتين تعييف أنا في وجهة نظري قولا واحدا عندي أن القائد الحقيقي هو اللي يصنع أبطال هو اللي يصنع قادة هو الذي يصنع قادة لابدا هذا قولا واحدا عندي صحيح الآخرين من المستويات الأخرى قادة لكن أتكلم القائد في المستوى الأعلى اللي يمتلك نكران الذات واللي يأتي لبناء الآخرين وليس يستقطب الآخرين لبناء السيفي حقه والسيرة الذاتية حقه هو القائد اللي يبني قادة يبني قادة وليس أتباع وليس أتباع وليس يستقطب ناس يتحقيقهم نحو الهدف صعب يروحون يا أبو محمد طيب أنا أبنيه يروح من اللي يروح؟ أنا أبنيه ويطلع قائد يروح خليني هل هذا جزء أصلا نصر من رسالتي؟ طبعا أنت دخلت في موضوع ذو شجون وفيه جنوع من التعقيد هنا نرجع القائد أصلا اللي يبني قادة هو يستمتع بهذه المرحلة هو أصلا ما تذكره أن ألم هو أمل عنده هو 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 سعادته أصلا هي مخاض مرحلة ولادة جنين سيذهب إلى الحياة بروحه خلاص وأجنته ومواليده اللي إن ولدوا واللي على وشك ينولدون جاهزين وهو مرحلة تابعية عنده واللاد هو نعم يبني ويصنع ويولد من وراء جهده وبذلها القادة ذلك تجده أصلا جانب نكران الذات جانب أن اللي قلناه قبل قليل أنه هو يعني يستقطب الناس ليبنيهم لا ليبنونه وخاصة بناء سيغته وهذا الخلل اللي وقعنا فيه احنا ما نبغى يعني نروح في تدوينه عن القيادة يعني من يتأمل وأنا لي مشاركة بسيطة في مشروع كان لي قرب فيه بشكل كبير في جانب القيادة في القرآن يعرف أن تعريف القيادة اللي تعلمناه من الكتب الغربية تعريف غير ليس دقيقا يعني ها؟ ليس دقيقا جدا وهو يمحور القيادة حول القائد وأن الآخرين في خدمة هذا القائد وفي بناء السيفي والسيرة الذاتية لهذا القائد جاينما القيادة في القرآن لا تتمركز حول حول عطاء القائد حول رسالته نعم وعطائه وأن القائد هو المعطي لا المعطى له وهنا تختلف يعني واللي بغي يتأمل هذا الجانب وما بنبغى يعني نطيل فيه أكثر من ذلك يتأمل سيرة رسول السلام عليه كقائد يجد يعني كيف كان فعلا وعطاء أهلي الصحابة و يعني والموضوع إذا يعني أخذناه بهذه النظرة وخاصة لما تداعت له الأمم ومع ذلك فضل أن يجلس في مدينته وفي صفته وفي مسجده يبني أصحابه وليس وراء توسيع أطراف دولته اللهم صلى الله عليه تجد أن فعلا القائد ورسول القدو الله صلى الله عليه عليه من يعطي لأتباعه ما أبغى أقول أتباعه بل لمن لأبطاله أكثر من أن هم يعطونه أو يسخرهم لبناء سيرته الذاتية إحنا غغدنا بعيدا خلنا نرجع لإكتشاب إذا الإكتشاب أبو محمد لن تستطيع أن توجه عدسة القدرة على الالتقاط ما لم تحركها عقلية الوفرة جدا يعني تخيل أبو محمد واحد يقول لي مرة معلاش واحد يقول لي مرة مدير توظيف قلت له كان يقول لي أنا ألقى الموظفين قلت شلون تلقى قاله أقول لك شي أنت لو جوالك طاح في المرتبة السيارة ويدقون عليه وتسمعه هل بتروح تدور بره السيارة ولا في السيارة لا في السيارة طيب هل أنت متأكد أنه موجود إيه متأكد موجود قال ولأنك متأكد تصل مرحنك تفك المرتبة لكن متأكد أنه موجود بس لما ما تكون متأكد بدور يمين يسار وتمشي اللي عنده عقلية الندرة هو اللي مو متأكد ما في حد ما في حد المعتقد هو الذي يقود المشاهدة بينما العكس اللي داخل بعقلية الوفرة لا لا بيحفر وهو فيه بس وين ما يدري صحيح وهذا المثال يعني جميل في قضية فعلا الإنسان اللي عنده القناعة واليقين يبيحفر واللي بيحفر بيلقى بيلقى وهذا يعني بكل يقي وخاصة يعني اللي يتوكر على الله ويستعين وأنا شفت يعني مواقف زي هذه كثير ومرت عليه مواقف في الاستقطاب بعد توفيق الله بل يا أبو بدر إحنا بعض الأحيان يكون البطل قدامنا لكن لأن الثقافة والإيمان بالندرة حاضر عندنا ما نشوفه ما نشوفه طيب إيش المواصفات الملامح الأولية خلنقول الحد الأذنى من المواصفات اللي إذا لم توجد في هذا الشخص ما التفت له جميل طبعا نحن نتكلم الآن يعني في استقطاب الأبطال استقطاب القيادات في موضوع الملامح الأولية لكن في ملمح ملمحين ثلاثة إذا وجدتها عند الشخص أنت يعني في خطأ يعني استياد وبطل شفت هذول الحقين الريافة اللي دورون الموية يمشي في الكيلو وكذا يمشي يمشي ما مو محفر كل الأرض في شيء يقول آه آه يقول نجرب هنا إحنا نبغى هذي محمد إيش اللي نمرر عليه الجهاز ونسمع صوت آه في شيء هنا تحت ونبدأ نحفر ما هي الملامح اللي نقول وقف يمكن نلقى شيء ثلاثة أربع كذا إذا تعطينا يعني من أبرزها المبادرة آه هذه واحد منها لأن اللي يبادر معناه عنده حصيلة من الإمكانات والحلول جميل والمعرفة ما يبادر عن فرار في الغالب الجانب الثاني لجوانب وأيضا اللي يبادر عادة تجد عنده بعض أحيان وخاصة حلول آه أو أفكار فيها نوع من الابتكار فيها نوع من آه آه الإبداع آه آه الجانب الثاني اللي يعطيك أيضا آه مؤشر آه على آه آه الأبطال طبعا قد يسأل سائل قبل لا آه يعني ساحل كلين يمبادر آه آه خليك كون أكثر دقة أسلوب المبادرة وتوقيت المبادرة جميل هو الفيصل في المبادرة نفسها في تحديد أن هذه المبادرة هي سمت وصفة بطل آه وأنه بتعطيك مؤشر آه أنه هنا بطل آه ممكن الانطلاق معه في رحلة التمييز آه آه الجانب الثاني مع يعني في جوانب الاكتشاف الأبطال اللي تقول مش ممكن أنا ألتقطف فيهم آه بخلاف آه المبادرة آه أيضا آه في الغالب آه الأبطال هم اللي يمتلكون شغف آه أصحاب الشغف في الغالب هم أبطال هم قيادات واحدة ما ضيع وقتي في واحد غير مؤمن برسالتي آه يعني أنت محتاج جانبين آه آه أن تجد شخص آه عنده هم وعنده هم آه آه الهم أن يكون مؤمن برسالتك لكن هذا الإيمام بهذه الرسالة صعب التقاطه لكن الهمة أنا وصاحب همه ممكن التقاطها صحي من الوهلة آه الأولى الآن ما عند الشغف برسالتك ربما لجهلي بها آه هذه واحد آه أو إنه فلاترة آه مختلفة آه مختلفة آه أو آه متعددة فما يعني حتى يمر هذا اله اله الاهتمام اللي عندك على فلاترة يحتاج وقت حتى يعكسنك لذلك أنا أجزمي ببدر أنه مر عليك بعض المواقف إن شخص قلت له هم أو بذرت هم كما سميناها بذر الهموم قبل على أحد الأشخاص تصل بك بعد يومين الموضوع اللي قلت لي ترا أنا أجهز وأنت قاعد تسولف عن غيره يمكن ماذلا ممكن حتى ما كنت موجه له الحديث لأنه هو شغل فلاترة وفلاترة هذا يمكن خط هايوي تبغالها يوم يومين إلى ما يصل الفلتر النهاي حتى يجيزها ثم يبدأ بالتواصل معك ويقول لك والله لا هذا الهم لا هذا على سكة قطاعي وجدت نفسي فيه نعم على سكة قطاعي أنا بركب القطاع هذا أنا بركب السكة هذه فهذه تقاعد يحتاج إلى فعلا وقت حتى شميل يعني الجوانب السلوكية الالتزام بالوقت الهندام الهميم الحي حيك هذي مغبشات أو لا بعضها أصلا مرتبطة بالمبادرة أي بعضها مرتبطة بالمبادرة وبعضها يعني هي مكملات نجاح لا مكملات قيادة جميل ولازم نعرف ما بين سمات القيادة مكتشفات يعني اكتشاف سمات القيادة من الوهلة الأولى واكتشاف سمات النجاح من الوهلة الأولى المبادرة هي سمة تجمع ما بين النجاح والقيادة شميل شميل فأنت لما تجد المبادر أنت وجدت نجاح إنسان ناجح قولا واحدا باقي أنك تتأكد أنه قاعد شميل وكثير ما يفرق ما بين سمات النجاح وسمات المبادرة لدى الآخرين دائما يجمعها في القيادة وأنا أفرق ما بينهم ممكن يكون عند نجاحات وقادر على صناعتها لكن ليس قائدا وهو الناس الأغلب كذا والقائد ممكن ما يكون ناجح لا القائد ناجح القائد ناجح كل قائد ناجح كل قائد ناجح لكن له كبارات والنجاح أيضا له محطات فشل نحن نتكلم نجاح بنظرة العموم هذا اللي نتكلم عليه ونظرة الرحلة الكاملة وليس الرحلة المحطات نضع الفوكس والمكبر في التعثرات فقط طيب نحن خلصنا الآن على افتراب أننا اكتشفنا وليقيت واحد الآن كيف أقنعه؟ كيف أستقطبه؟ كيف خلا ما خلصنا رحلة الاكتشاف اكتشاف ما زال فيها لازلنا في الاكتشاف الوفرة العين والوفرة؟ هو طبعا الوفرة إذا يعني تمكنت من جانب الوفرة عندك ومن جانب أصبحت تؤمن أن في وفرة وليس ندرة وفتحت عيونك وأصبحت عيونك عيون يعني كاشفة ودائما أقول أنت تدخل كأن عندك سكان كل من تقابل تحط على الفرازة كما يقال والله هذا يصلح كذا هذا مناسب كذا هذا كذا هذا يعني صقر هذا فرخ صقر هذا نوزي أبطال نعنك قيلت لي كثيرا يعني يصبح يعني كل ميدان هو ميدان كتشاف عنده لكن في ميادين فيها وفرة أحسن وش ميادين الوفرة الأكتشاف اللي ذكرتها اللي ذكرتها مثل الملتقيات المشاريع التطوع التدريب أنا أجزم من مرة عليك وأنت مدرب في قاعات التدريب ناس درر درر من أول ما سلم عليك أنا أجزم أنك فيه ناس من أول نظرة سويت الإسكان أنت مبدأ وقلت هذا يعني بطل واعد ويمكن مع تواصلك معه وأتت الفرصة أنك تتواصل معه أو يعني ترتبط به لأمر أو آخر اكتشفت إن ظنك كان صحيح فمواطن الوفرة كثيرة زي ما قلنا الملتقيات الملتقيات والورش والتطوع المناطق التدريب مواقع التواصل الاجتماعي ترى تعطي يعني بعض المؤشرات عن بعض الاشخاص عند هذا الجانب أيضا كيانك نفسه زي ما قلت أنت قاعد تتدوّر برا وأنت أكد أن جوالك طاح جوه أنت بطالك جوه كيانك أنت تحتاج يعني تكتشف من هم داخل عباءتك من هم داخل منظمتك هل تعرف أن في الغالب أن في منظمتك بطل يعني أنا أذكر قصة بطل مؤود يعني مؤود مدفون يعني في مكان لا يناسب أذكر قصة بدون ذكر المكان يمكن من يسمعني يعني يعرف أين حدثت اتفقت مع أحد يعني يعني ذكرت لي أنا كنت نائب مع مديري قلت لأحنا بنمشي من هالمكان بعد سنتين خلنا يعني نزرع نرتب بطل في هالمكان قال لي والله كلام جيد يعني خلنا نحاول نجيبه من أحد الكيانات الشبيعة قلت له يعني خلنا بحث جوه قال ما في أحد قلت عطني فرصة بحث بحثت وكان المكان تعليمي زين حكومي بحثت وجدت في تخصص مساند وليس هو رئيسي فيه بل مساعد داخله يعني وظيفيا تعليميا وعمرا هو أصغر واحد كان موجود وحتى ما كان متداخل مع الجميع حتى فيما يسمى بالإفطار الجماعي ما كان يفطر كان صاد بالحالة فقط يعني وجدتنا هذا أنسب واحد بآلية معينة يمكن اليوم ليس مجال الحديث عنها يمكن تكلم عنها في تدوينة لاحقة بعدين اللي هي تدوينة التمكين كيف نمكن الآخرين ما هي خطوات التمكين تم يعني استقطابه استقطابه وفق مرحلية وما مو أصبحه فقط هو قاعد هذا الكيان بل صار أيقونة ما شاء الله مستقبلا في مجاله وحتى في استكمال تعليمه وجوانب أخرى يعني في تميزه لاحقا وهذه ما حصلت مرة أكثر من مرة حصلت يعني قد يقول إنسان كان لها دور أو رأيتها في ناس قاموا بمثل هذا كلهم كانوا داخل الكيان ما كانوا من خارج الكيان يحتاج بس أنك تؤمن بالوفرة وتؤمن وتكون عينك مكتشفة من الأماكن الجهات المماثلة المستفيدين عدد كبير من الأماكن يعني مساحات الاكتشاف ترى كبيرة جدا يعني تذكرت هذاك السودان يطيف قال إحنا في زحام من النعم أنا أقول إحنا في زحام من الكفاءات والأبطال ولا أبالغ في ذلك أجيل الخلل من المستقطبين إحنا من نستقطب إحنا الخلل عندنا وليس موجودين وبالذات يعني في يعني حتى أزيد من كل ما كان البلد صحراوي كل ما زاد عدد الكفاءات والأبطال فيه وهذه نسبة وتناسب نعم لذلك لما طبقت معايير قياس الموهبة على سبيل المثال في المملكة كانت نسبة الموهبين عددهم كبير جدا يتجاوز حتى قدرة احتواء عددهم وهذا طبيعي الإنسان الصحراوي ترتفع فيه القدرة ومهارة القيادة بشكل كبير هذا يعني معروف حتى عالميا في هذا الجانب بس أنت دور هنا يجي أنت اكتشف أنت لا بد يكون عندك يعني عين مكتشفة يسبقها إيمان بالوفرة للندرة ممتاز أنتهينا الآن من عملية الاكتشاف تحرينا مواطن وأماكن الاكتشاف يعني غير صحيح واحد يعني أحيانا كما يقال إنسان يضيع مفتاحه في مكان يروح يدوره في مكان آخر تقول له ليش يقول والله لأن هذا فيه نور وعشان فيه نور أنا بدور هنا طيب أنت ضيعه هنا لكن هنا ما فيه نور بعض الناس يعني يدور ويفقد يجيك بعقلية الوفرة ثم يفقد مخزونها لأنه يبحث في الأماكن الخطأ يقول شفتوا قال لكم ما فيه شيء أبو محمد ما عنده سالفة جدا وذكرتني بقصة قصة لطيفة ما صارت لكن صارت مثل أشباه لها بس بعقل من ذلك لكن قصة لطيفة ذكر لي أحد الأحبة من أحد الكيانات الخيرية قال لي قلت له وش صار عليكم قال الله يا أخي ما لقين أحبت طبعا هذه اسطوانة نسمعها دائما قلت ما لقيت أنا ممكن أقتنع أن كل الجهات لا تلقى أحد إلا إلا أنتم وكان هو أحد من سوبي جمعيات تحفيظ القرآن قلت أنت عندكم ما شاء الله أميز الكفاءات لا وما شاء الله يعني تربية قرآنية جميل فعندكم الأميز قال مع ذلك ما لقين قل طيب أنا بروح أنا وياك عقب صلاة عصر ناخذ جولة على كل ما أبغى لقول حلقات مدارسكم لف عليها زين أنا مستعد أخرج ب 25 واحد 25 واحد من اللي يديرون هذه المدارس أرشيحهم لك وأنا مسؤول عشان ما أكون مبارغ عن 20 أضمن أنهم يعني كفاءات متميزة ما بغنقول 25 حتى يعني ما نصر مية في المية أو أيضا نقول أن كلامي مثلا قد يعني يترى لكنه غير منطق أنا مسؤول أن 20 من أصل 25 بيتميزون بعد ما نسوي لهم برنامج مضغوط وسريع ونجهزهم للانضمام لقيادة وإدارة الجمعية يعني راقت له الفكرة كثيرا بس أيضا تخوف مما تخوفت أنت في بداية الحديث فأظنهم سوها الحال بس سوها بشكل مهني أو لا يعني سوها بطريقة أو بأخرى ما راقت لي كثيرا لكنه خرجوا بشيء طلعوا بشيء يعني مو في اللي في البال مع أني أنا ذكرت لأنه ممكن أن نحن نخرج في هذه الجولة نروح سبع ثمان عشر مدارس كذا مروا سريع ونطلع بقرابة خمسة عشرين بطل زين رشحهم قلتوا خلني جيب منهم عشرة خلني جيب كل الخمسة عشرين إذا جيبتوا خمسة عشرين أنا أضمن العشرين ما شاء الله أضمن العشرين أنهم سيصبحون أبطال لما نضعهم في الأماكن المناسبة لهم كل بحسبه منهم كل بحسب ما يناسبه من مجالات وتخصصات ممتاز هذه مرحلة الآن الاكتشاف نعم وفرة وعين تلتقط وأماكن يعني تتواجد فيها هذه المعادنة الثمينة ولذلك أبو بدر أنت لما يكون عندك عين مكتشفة تستطيع مو اكتشاف العبطال تستطيع أنا سميهم فراخ الصدق تستطيع اكتشاف فراخ الصدق في أماكن البط بل تكتشف فراخ الصدق اللي أعتقد أنها بطة شوف كيف لما تصل وتصبح عينك مكتشفة حقيقيا الفرق بين الفراخ الصدق والبط هذه ممكن ناخذها الآن ولا ناخذها في تدوينة أخرى لا ناخذها في تدوينة أخرى لأنا أيضا هذه بغلها وقت الفرق بين كيف تلتقط تتعرف أيضا كيف تدير فراخ الصدق كيف تعمل معهم كيف تحلق معهم كيف تحلق مع فراخ الصدق ممتاز طيب أنا الآن اكتشفت ما المرحلة بعدها الاستقطاب بعد مرحلة الاكتشاف الاستقطاب ما عبارة عن الاستقطاب الاستقطاب كيف يجيبه ما هي وسائل يعني استقطاب هذا البطل احنا بعضنا قد يجي للاكتشاف يقول هذا كويس بس ما يعيف يجيبه ايه ما يعيف يجيبه وهذه تبغى خطوات ليه مسأل عطني رقمك وقضينا لا 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 عطني رقمك قضينا قد يكون عطني رقمك قد يكون جلسة نقاش قد يكون استياد شغف يا سلام فبالتالي تستطيع انك تستقطب البطل حتى يعمل في كيانك ومنظمتك وايضا يصبح عضو في فريقك هذه ما تيجي والله تعال والله بالعنى تكراتب كذا ولا هي المغريات المالية هي الأسلوب الاستقطاب الوحيد احنا اعتقد ان المغريات المالية كفيلة هي كفيلة لا بالعكس اصحاب الشغف قد تكون هذه من ما هي بأولوية عندهم هذه نقولها حقيقة لا استهلاكا ان المغريات او الاستقطاب بالمال بالذات الكفاءات ويكونون ايضا في عمر لا زال واعدا قد لا تكون ذات اللغاء الكبير وخاصة في قطاع الغير غبحي والقطاع الخيلي والقطاع التطوعي قطاع العطاء لا لا قد لا يكون قد يكون هذا أولوية ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كيف يكون عرضي جاببا يعني ممتصا لشغفه ورغبته وكيف أقنعه في عدة جوانب وابرازها ان يكون عندك القدرة والمهارة معيفة شغفها نعم وانك معنا لازم تستطيع نعم لازم اسمع عنه واسمع منه نعم وايضا ترقبه بشكل جيد هذا الاسكان اللي قلناه بعض الحيان يعطيكم من الوهلة الأولى على الأقل وين المساحة اللي هو مهتم فيها أيضا وين ممكن هو يلقى نفسه ويجد نفسه ممكن أيضا طريقتك في استقباله والمكان المكان أيضا لما تكون مقابلة مفعمة بالخوة لما يكون أيضا عندك قدرة على بدر الهموم الموجودة عندك كأنك كأنك تفرد يعني السمك أمام الصياد حتى يلتقط السمكة المناسبة له هذه واحدة من المهارات اللي ما أنا استطيع أغلب الناس لا يعرف كيف يبدر الهموم نحن نعرف نتشكه لكن ما نعرف نبذر كيف نجعل هذا الهم وخاصة لما يكون هم نبيل هم يعني من أجل قربة لله من أجل المجتمع من أجل بلدي هذا الهم النبيل كيف أبذر بدون ما يكون تشكي وهنا تختلف سلوب التواصل سلوب الإقناع والاستقطاب لهؤلاء الأبطال أنت لما تجيب بشكل تشكي عذر المقاطعة ببدر أنت تنفع بعض الأحيان لكن لما تجيب بسلوب بدر هم تجعله تحدي تجعله أكون أو لا أكون في سبيل خدمة المجتمعي في سبيل قربة للربي في سبيل وطني يختلف سبحان الله يعني قد يكون التشكي هو الحديث عن المشكلات نعم وعن الأبواب المغلقة نعم بينما بدر الهموم هو الحديث عن النوافذ والحديث عن الخطوات الممكنة وبالتالي الناس تتحفز معك لا شك تشاركك هذا الهم أحيانا لا شك معناها لازم أجلس مع جلسة أسولة فنوية يعني ليست تكون جلسة حاسمة هذا راتب هذا كذا هذه المميزات يعني الحسم مع الأبطال أنت حطيتها في الفوكس أي واشتغل عليه واشتغل أهم شيء نحن خرجنا أنك ما انتظرت على الطاولات أي أنك تجاوزت الطاولة ونزلت ميادين الاكتشاف وابدت وابدت وشف يعني من تجربة شخصية وحتى الآخرين ترى يعني المراحل الأولى لتطبيق ما أقوله صعب لأنه فيه تخوف وتخوف من استهلاك موارد وعدم التوفيق ما عندي وقت لا وعدم التوفيق لكن لما يتشجع الإنسان ويبدأ يكون له هو منهجياتها الخاصة وفق قدراته في فحص أنماط الناس يلقط يبدأ أي نعم يصيل وزنيته وكشافه الخاص وسناته الخاصة وشبكته الخاصة صحة العبارة واسلوبه الخاص نصفر في مكان عمل وانت جاي من المواقف إلىين جيت هنا في القاعة لقيت أحد هذه طبيعة في أحد كذا طبيعة بغض النظر هل اللي ما رأيت عليهم يعني طبيعة خلاص طبيعة عندي يعني مدام كسألت على السؤال يعني استرسالا فيه وإن كان يعني ممجا حديثنا اليوم لكن ما أنك سألت إذا زرت أنا مكان يعني مثلا أنا بطبيعة أزور كثير أنا لي الآن كل الأعمال المغيرتها حياتي تتضل بالزيارة يعني أكملت عموي يمكن 25-30 سنة وأنا أزور ماشاء الله في الغالب اسألني عن بعد الزيارة في الغالب تجد عندي يعني أرى أرى عن بعض من التقينا بهم تدود نعم تسجل هالجهة فيها فلان بغض هذه قصة أخرى في قضية نصائح سأذكرها في قضية التوثيق والتسجيل أنا أسجل فعلا لكن ليس بهذه الدقة التي تتحدث عنها لأن فيها صعوبة حقيرة يعني يصبح قواعد بيانات يعني متضخمة تحتاج تحديث تحتاج تحديث لكن في نوع من من التسجيل عندي في هذا الجانب حتى أرجع لهم باستقطابهم يوما ما أو في نفس الوقت ناشاء الله طيب الآن الاستقطاب باقي فيه شيء قصدك الاستقطاب نعم لازلنا ماني عن الوقت اللقاء ماشي ماشي نحن نكمل الرباعية جميل يعني بالنسبة لي الاستقطاب عندنا عدد من الجوانب منها أيضا كيف تسوق يعني المهمة أو 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 المشروع اللي عندك أو الدور اللي تبغى يقوم به هذه أيضا لها جميل يعني مع التسويق ما هو نرجع نقول ما هو والله تعالى يعطيك المقابل الفلحني وله بتضخيم المنافع وتبسيط المهام أحيانا ترى احنا نخدع تعال ما في شيء وكذا ونبه ندعمك ثم إذا توظف لو يدق علينا ما ردينا عليه هذا جانب والجانب الجانب الثاني أن التسويق بعض الأحيان أنك تتلمس تطلعاته وطحمحاته وتحققها له في هذا المهمة في هذا الدور المهمة سواء هي أصلا على الطريق أو بنيات الطريق أو تستحدث لها في الطريق ممكن تستحدث عشانه نعم جميل نعم وهذا يعتبر على قاعدة نكسب ويكسبون نعم يعني وهذا مهم تكون حاضرة على فكرة عندنا في جانب الموارد البشرية مهم بل أساسي تكون حاضرة عندنا في جانب الموارد البشرية أيضا من الجيد أن وقت الاستقطاب يعني هو الاستقطاب ترى طويل جدا اسمح لي أن نحن ما نوطير فيه أبشر يعني يمكن لو أخذناه بالحالة اللي هو جلسة الاستقطاب نفسها طويلة ما الذي يدو فيها ما الذي يدو فيها لكن بعض النصائح اللي أقدمها مثلا أن إذا كنت تستقطب بطل لابد أن يكون اللقاء مرتين على الأقل لابد وأن تسأل نفس الأسئلة بطلق مختلفة ما مبرري قدام أني أشوفها ثانية بالنسبة لي للبطل هذا ما يحتاج أو خلقت صداقة من المرة الأولى ما يحتاج أن يكون فيه مبرر ما يحتاج بل مبرري من أجله لا من أجلي أنا بعض الحيان كثير أنا أقول أنا جالس عشانك مو بعشان جلستي معك عشانك أني أتأكد أنك مناسب وليس أنك إنسان كويس ولا غير كويس أتأكد أننا مناسبون لك أنك مناسب ونحن مناسبون فقط هي قضية تناسب في هذا الجانب أيضاً من الجوانب يعني في الاستقطاب اللي هي قضية السيرة الذاتية وأن تسمع السيرة الذاتية أو تقرأها إذا كانت معه منه كثير منه يعني يشده في جوانب السيرة الذاتية مستوى التعليمي يشده أيضاً مستوى أو حجم أو عدد أو نوع الدورات اللي خادها صحيح لا شك إن هذا جميل وجيد لكنه بنسبة لوجهة نظري غير كاف تماماً غير كافي بل زي ما تحدثنا عن الطموح أننا لا نسأل عن أسئلة كنز حتى نسبر الطموح مع الأبطال فيه أسئلة إذا سألناها أنا أجزم جزماً يعني بشكل كبير أنها تجلي كفاءة هذا البطل أو هذه البطلة أمامك إذا سألتها زي هيش مثل هي تقريباً دائماً أقول هي خمسة أسئلة اسألها بشكل متسلسل زين واحد يعني لما يكون البطل مقدم لك سي بي أو حتى يتحدث عن نفسه اسأله دائماً ما هي أهم ثلاث إنجازات تفتخر بها ممتاز إذا معك وقت اسأل في كل إنجاز الأسئلة اللي بقولها إذا ما معك وقت تجاوز أخذ إنجاز واحد أركز على الأسئلة اللي أنا أركز عليها الآن اذكر لي بالتفصيل وشكان دورك في هذا الإنجاز زميل إذن ما هي أهم ثلاث إنجازات ألف باجين ألف السؤال الأول أصلاً أصلاً ذكر لهذه الإنجازات يعطيك أصلاً مستوى طموحه يعطيك البطل مستوى اهتماماته مستوى طموحه مستوى حجم إنجازاته سؤالك ما هو دوره في هذا الإنجاز زميل يعطيك يعني مستوى أصلاً مستوى كفاءة كفاءة ومستوى مهاراته وأبرز سماته اللي عنده لما تسأله بالذات مهاراته هذا السؤال يجاوب كثير عن مهاراته لما تسأله ويكون طبعا ممكن يقول لك مايكو صادق صدقني الأسئلة هذه الغير صادقين لا يستردون طيب خلنا نأخذها التأكد من المصداقية بعد ما ننهي لأنها قد يكون في كلها أصلا نأخذ وحدة نمشي خمسة سئة نحبه نكتفي الآن أنا سألت السؤال الأول قبلت السؤال الأول أعطاني السيرة الذاتية ما شاء الله يوفقك ويكتب لك الخير ما أهم ثلاثة إنجازات تفخر فيها ما شاء الله أعطاني ألف ألف ما كان دورك بالتفصيل بالتفصيل هذه واحد اثنين هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما كان دورك السؤال الأول اذكر أهم ثلاثة إنجازات طيب ما أتفرع في الإنجاز عن شيء أو السؤال الثاني على طول السؤال الثاني أختار واحد من الإنجازات وأسأل فيه هذا السؤال الثاني المفروض ينسأل لكل الثلاث إنجازات ويعتبر ثاني في كل إنجاز من الإنجازات أحسنت إذن ما هو دورك بالتفصيل داخل هذا طيب ماذا أيضا إذا قالك دورك بالتفصيل اسأله زين ما هي أهم قرارات اتخذت خلال هذا المشروع اذكر ثلاث قرارات اتخذت خلال هذا المشروع ساهمت في نزاح النجاح هذا المشروع أو هذا الكيان أو هذه المبادرة إذا كان نجاح كيان إذا كان نجاحها مبادرة إذا كان نجاحها مشروع جميل أربعة ما هي أهم ثلاث صعوبات واجهتك وكيف حليت كل الصعوبات هذه وش الصعوبات اللي واجهتك جميل رائع خمسة وش كان طموحك لهذه المبادرة وهذا كيان اذكر أهم ثلاث طموح لهذا الإنجاز لهذا الإنجاز والمبادرة لا يمكن حد يجاوب على الأسئلة وهو ما كان حقيقة في المعمى لا يمكن هذا يكشف لك أي شخص مستوى قدراته وكفاءته هذا أنا أطبق هذه الأسئلة من أكثر من عشر سنوات يرتبكون الناس في هالطبيعي وما بقوا القصص يرتبكون والذي يطير كاس والذي أغم عليه والذي مرأت عليه أغم عليه يعني السكر اثنين مرأوا عليه تبكوا في السكر كثيرا تبكوا في السكر لأن الأسئلة أنا ترى مجهد في المقابلات وأقصد ذلك وأعتذر أخيرا وأقصد ذلك تعتذر له في الأخير نعم وأبشك يعني الجميع يخرج مبسط لكني في المقابلات أصيب على الحال شوي يعني لأن المقصود أنك لست حدا في المقابلات بطبيعتك الشخصية أصلا لا لا أنا أتكلم بكل ثقائية وهدور يعني ممكن أعطيك بعض سؤال قد تسغب يعني يصدر مني يعني على مرونتي أني أقول له وتعتبر هذا إنجاز تستفز في الأشياء الثلاثة التي اختارها نعم تعتبر هذا إنجاز قد يكون عندي إنجاز أنا بس أبغى أشوف مدى إيمانة نعم عادي أنا سألتك كثير سألتك كثير سألتك كهرتني وشوف بالعكس هذا الاستفزال المصلحته صحي هل يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل وإلا يعني من ما يأتي تغذية راجعة بعد هذه المقابلات اللي أسمعها كثير يعني خاصة من هذه الأسئلة تحديدا السؤال اللي أخي قلنانا نكتسأل عن ثلاث طموحات أبغى ثلاث طموحات أي شخص يعني يستطيع يجاوب على الأسئلة وبالياقة عالية وتلتقي مرة ثانية وتغذوب الأسئلة بسلوب ثاني ويحافظ على نفس المعلومات نعم هذا تأكد خدمة عني أن نمتكتك قطعة غيارة أصلية جدا كفاءة من الطراز الأول بطل واعد أو بطلة واعدة من الطراز الأول طيب في السيرة الذاتية أبو محمد أحيانا فيه أشياء لما تشوفها اسمح لي عبارة سمعتها من أحد المسؤولين على التوظيف يقول هذه إذا لقيتها أحط السيرة الذاتية في الفرامة مثل ماذا قال مثلا ما أخذ لي وظيفة و بعدين الوظيفة اللي بعدها بعدها بسنة و الوظيفة الثالثة بعدها بسنة حتى لو يكون قائد فيها التنقل هذا مؤشروم جيد شف مثلا أنا من المؤمنة مثلا 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 أيضا من الأشياء اللي هي بين تخرجة والوظيفة الأولى في السي في ثلاثة أربع سنوات كنت جالس تسوي ولا جالس يعطي انطباع يعني انطباع قد يكون عنده ظروف قاهرة يعطي انطباع على الكسل لأي أن كان لكن مثل هذه القراءات هذه والتحليل هل هو يعني قرينة هل هو دليل هل هو لا يرتقي لا هذا ولا هذا شف أنا عموم في المويد البشي لا أستخدم الفررامة تماما لا أستخدم لأني عمي بني قضية الوفرة فأنا أخذها بنطاق واسع شوية كثير شف الفررامة ليست حاضية لكن لو سألتني لكن لو سألتني سؤال معاكس ما هي التي إذا رأيتها النقاط اللي رأيتها تجد أنها سرعت لك الالتقاط هنا يعني أكون عندي بعض النقاط اللي لو رأيتها في السي بي تسرع لي يعني يعني أحد اللي أحبه اكتشفت أنه تخرج من جامعة مغموقة جدا ولأنه ما كان في وظيفة حاضرة ساقت ريلا ثمانة شهر وهو يعني جامعة مغموقة وتخصص مغموقة وتعطي مؤشر جدا هذا على طول بس ما كان عندي مكان مناسب له فخليت في الهولد أنا وياه ساقت ريلا ها ساقت ريلا والآن كان هو بطل في مكان ما فخليت في الهولد يعني قرابة أنا وياه لقاعات واستمتعت والله يعني إلى ما صار له استقطاب والآن هو يقود كيان خيري بكل كفاءة وتمييز وفي غيره يعني من الأمثلة على سبيل المثال زي قلت لك الجانب التطوعي الجانب العمل بغضات العمل المهني ولكنه يمتلك وعي ويمتلك درج علمية جيدة وتجده يعمل العمل المهني هذا دائما يعطيك مؤشر وضوح الرؤية في السيرة يعني هو مثلا أهداف المستقبل حاطها ما هي مؤشر 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 لكن ليست مؤشر آلي عندي ليست مؤشر آلي عندي يعتمد على العمر في هذا الجانب يعتمد على العمر في هذا الجانب أيضا نوع انتقاءه للبرامج التدريبية وليست عددها التدريبية أين كان أنا سميها تطوئية لا تقيدني بالتدريبية نوع انتقاءه للبرامج التطوئية محطاته نوع محطاته اللي مغى عليها وليش مغى عليها هذه المحطات الآن كنتظر أننا لازمنا في السيرة الذاتية نوع المحطات اللي مغى عليها أيضا أحاول أستلهم أو أستنتج بالآن صح وليس أستلم أستنتج عصاميته بعض المرات يعطيك قصة سواء التريل هذه ما حتاج استنتاج واضحة لكن أحيانا تستلها من بين السطور نعم أستنتج عصاميته من بين السطور وقال لي في الشرقية ورحت للشرقية وبعدين كذا قال لا أنا ما عليش بكرة بكون في أبهى رحت لأبهى هذه القصة مثلا يعني أيضا جوانب تغيير تخصص عدة جوانب تعطيك زاوية من زوايا مثلا لما يكون تضحلي أن مر بمحطة يتم مثل المحطات تعطيك موشية لكن تشتغل وادرس مثلا مثل كذا نعم بس مع أهمية سؤالها لماذا لماذا نعم هذا يشوف لماذا وأخواتها إذا أحسن استخدامها أحسن السبر ومعرفة الآخرين ومعرفة المستقطبين وكيف نستقطبهم ومن نستقطب أصلا جانب يعني بعد أن نطلنا في هذا الجانب أتجاوز نحن تعدين الآن الاكتشاف وله مواطنة والعقلية الوفرة والمواطن والعين بعدين الاستقطاب وتفاصيل الاستقطاب بعد ما خلاص اتفقنا يعني من الداخل أنا قلت هذا الرجل مميز هل اتفق معه خلاص وندخل مرحة ثالثة أم لا المرحة الثالثة هي مرحة التعاقد يعني هنا يبقى على خبرة خبرك تاعقد في الاستقطاب هنا طبعا التعاقد في الاستقطاب أي هي مرحلة thinks أيضا تعاقد هي مرحلة أيضا أيضا هي مرحلة تعاقد هي مرحلة تعاقد أيضا لكن قضية اتخاذ القرار الاستقطابة من عدمها تعتمد على خبرك بعضهم يحتاج أنا شخصيا لم أستقطب قائد زين إلا بعد المقابلتين يعني يقال أني أملك خبرة جيدة ومع ذلك لم أستقطب قائد إلا بعد لقائن باستثناء قائد واحد وتميز أيضا جدا هو اللي استقطبته من أول لقائد بالنسبة للقادة وليس الموظفين المعتادين القائد ينتهي دوره البطل أنا قادس أنا البطل أسوي مقابلة مع واحد ينتهي دوري بعض الناس ينتهي دوره هنا وقعت العاقد بكرة بيكلمونك الشباب في الموارد البشرية وصلى الله وسلم ومشي ويكملون مع الخط هذا الأسلوب صحيح البطل يواصله مع كل التفاصيل وش اللي باقي مثلا بل يقومه بخدمته إذا هو مستقطب بطل وليس موظف هو يواصل مع كل التفاصيل حتى يباشر هو يواصل ويباشر هذه التفاصيل شخصيا انتهينا تعاقدنا معه ما اللي باقي مرحلة ثالثة لا لا فيه قبل التعاقد قبل جلسنا جلستين هذه معه ارتحت قررت أنا الداخل كبطل قررت هذا يصلح وما يصلح يعني أنا لا أعرف أني استقطبت بطلا ولم أستخير قبلها استخارة لا بد لا بد أن يستخير قبل انتخاذ قرارة استقطارة إذا لقيتها يبو محمد غير مناسب ليس بالضرورة أنت أشرتك موضوع جميل جدا أنا ما قابلك عشان أقول أنت كويس أو أنت كويس نعم هل تناسبنا وناسبك أو لا هل أحيانا يكون وهذا وأقوله وأنا صادق تقر أنا أقوله وأنا صادق يعني بكل أريحية طيب هل يكون غير مناسب يعني تشير إليه أن يذهب إلى مكان ما أو توصي به أحدا بكل أريحية أيضا تحيل يعني عندك مبدأ لحالة طيب إذا ما هم مناسب ولو استشارني بكل أريحية وجاوب ممتاز إذا استشاركت أي يعني مثلا لو قال أنا عندي فرصة وهذه بعد الأريحية أسمع مثل هذه القصص تمر علي طيب أنا عندي فرصة جاءتني شراعيك أقوله رح الفرصة هذه أحسن أحسن من عندنا أحسن من عندنا طيب وافقنا أنا الآن السيناري الأول ما يناسب وأحلناه إلى غيرنا أو استشارنا ودللناه طيب إذا وافق وافقنا وتناسب إيش اللي قبل التعاقد إذا وافق استخرت نعم استخرت مرحلة تأكيد لا بد أن تجيس مع مرحلة جلسة تأكيد أو تتواصل مع تفاصل تأكيد تؤكد عليه بالأدوار اللي تبغاها منه وأسلوب التواصل اللي بيكون بينكم أنا سأتكلم على استقطاب بطل استقطاب قاعد مع قاعد ممكن يعطيك ممكنات له يكتبها أنا أبغى كذا كذا نعم متى في أي مرحلة؟ المفترض المفترض بالنسبة له صحيا وهذه ممكن نأخذها في تدوينة خاصة أن تكون قبل الاستقطاب قبل أن يبعش في الجلسة هذه؟ في الجلسة هذه أو يعطيها موعدا خاصا يجي يقول أنا موافق أبو محمد ومعجبني شغلكم بس أنا ترى عندي عيوب مثلا أو عندي طلبات أو عندي خلنا نسميها تهيئة أجواء إذا وجدت ترى أنا أشتغل صح والشي تفضل هذه واحدة ثلاثة أربعة أحيانا يكون عند هذا الوعي ترى هل تساعد أنت بنموذج بأسئلة معينة؟ يعني لا أكون يعني مثاليا يعني في هذا الجانب لست مثاليا بالشكل الكبير لأنني أصلا إذا كنا نتحدث عني أنا شخصيا بالنسبة لي أنا أستحضر هذا بس قد لا أحتاج إني أستطارها معه لكن الصح بالنسبة للمستقطب إذا كان يسمعنا الآن أنه يطلب ممكناته وبكلنا تدوين خاصة كيف أطلب ممكناتي قبل أن أنطلق أنا أذكر قبل يمكن عشر سنوات جالس تنياك في جلسة وقلت لي في واحد طلب منك أن تعمل معهم في مشروع ما وقال يا أبو محمد عطنا شروطك قلت أنا ما عندي لشرط واحد هذا كلام قبل خمسة عشر سنة يمكنه خمسة عشر لا أتشرف بهذه المعرفة معك يا أبو محمد خمسة عشر سنة وقلت له أنا أبغى إذا دقيت ترد علي يعني أنا ترى حاضر في ذهني وترى جربته واكتشفت أنه صاحب على الآخرين يعني أنا ظنيت وكان يتوقعون مني طلبات ممكنات مختلفة طلبت هذا الممكن فقط ونتحدث فيها في تدوينة الممكنات إن شاء الله طيب إذا كيف أطلب ممكناتي الآن نحن نوقع العقد وقعنا نتهينا الآن داومت أنا أول يوم حفلة والله حييك وهذا فلان وجاءتني روعة وخوفت ودهشة البدايات ما الذي يكون المفترض في المرحة الثالثة أنت ذكرت مرحات التمكين التأهيل التأهيل نعم التأهيل ثم التمكين ثم التمكين نعم وإحنا مشكلتنا بعض الأحيان نمكن قبل آخذ يلا لأني جايب واحد كويس يزهلوه في وجهي وعنده شهادة وعنده كده لا مرحلة التأهيل ثم يجي مرحلة التمكين بس خلا نستحضر شيء معلش ومحمد مرحلة تأهيل يا أخي أنا جهة غارقة أنا جهة عندي مشاكلي أنا أجيب راس ومسكه أشتغل يا أخي أنا جايبك كفاءة بقد أشتغل عليك يعني قد يحدث مثل هذا الشيء لا شك لا شك شف يا أبو أول شيء أصلا الخطأ أني أنتظر لما الرقل أم أجيب وسبب الغرق أصلا نرجع لإشكالية عدم القدرة على الاكتشاف المبكر وعدم وجود أصلا أجندة عندي من الأسماء وقائمة من الأسماء لخيارات ودلاء لإنشطتي كل أنه أعاني ترى من إشكالية الاستقطام لا في حد ما يعاني أنا أعاني مع أني يعني على اتصال دائم وأدرب في هذا المجانب ويعني أدعي أنه عندي قدرة جيدة في الاكتشاف وكذا ومع ذلك معاني لأنه في جوانب أخرى تعيقك أيضا لكن على الأقل زين أن نملك من القدرة أن نحن نكون نتجاوز قضية دائما أننا في أزمة كونك تكون مرة في أزمة مرتين أقبل ذلك لكن ما أقبل كل استقطاباتك أزمة ما أقبل ذلك كل استقطاباتك أزمة ما في مرة يعني مرتين ذات سيبرايز حلو كذا بدي مفاجأة حلوة ما قد يعني كلها دائما أزمة أزمة وأجيب ومشكلة إشكالية استقطابات الأزمة تراها نحن نعتقد أنها يعني حلول حلول لا هي ترى هي أزمات لأن استقطاب الأزمة قد يزيد من التكاليف قد يفقدنا موارد لأن استقطابنا أي أحد قد نفقد مشروع كامل لأنه جبناه وحطيناه لكنه ما أعرف كيف يتعامل فأفقدنا مشروع بذاك القيمة وأدنا بطل معه مثلا وغرق بالحالة أو أربك لنا مشروع أو إنجاز أو نشاح أو فقدنا بطل آخر بسبب بطل جديد صدق أحياناً أيضاً نفقد مبادرة جديدة وهذا نحن نقول نجربنا نحن بس نحن نجربنا خلط وجبنا شخص في ظروف خاطئة حتى نصير أحياناً نسوق الفشل نحضر في ملتقة يتكلمون عن جانب معين يقول تفضل وإننا نجربنا وسوينا وإشتاء الكلام يقولتو ترى ما مشت وهذا ليس بضرورة أنت كنت غلطان في مشروعك وفي توظيفك وفي استقطابك فلا تسوق هذا الفشل يعني على ظرف الآخرين وصحيح وصحيح فلذلك يعني خلي بأجع بقول نقطة كنت سأذكرها أن لازم نعرف أن العلوم الإنسانية ومنها ما نتحدث عنه اليوم زي الاستقطاب والاكتشاف والتأهيل والتمكين ترى ما في فيصل مشغط بينها من مثل علوم التطبيقية زي العلوم الطب والعلوم الحيوية وغيرها قد يسهل فصل علومها فيما بينها لا العلوم الإنسانية متداخلة وبالتالي حتى ما نتحدث عن لما نتكلم عن الجودة ولا عن القيادة قد يصعب فصل بعض العلوم عن بعض وهي تخدم وتبني بعض أصلا فيصعب الفصل فيما بين هذه العلوم لكن قولا واحدا مهم أن نمر على التأهيل قبل التنكيب لو ساعة مهما كان ما تلفه تعرف الشخص بالمكان هذه وحدة من خطوات التأهيل هذا تأهيل يعني لا نصعبها جدا يا سلام جدا هذه وحدة سبحان الله جميل يعني خطوات التأهيل ولي فيها تفصيل هذه بحد ذاتها نوع من التأهيل خطوات التعارف الحفلة اللي قلت الدوغة البسيطة بعض الأحيان يعني قد يكون الشخص ملم بالمالية لكن ما ليكم غير صدوق يعني فليش أخليه يقع في موقف محرج وسوء عنده غدة فعل وصدمة من البداية فالتأهيل مهم وهذه لي يعني يمكن أن أخذها في لقاء أو تدوينها خاصة عن خطوات التنكين بعد التأهيل أنا داخلهم في بعض في ذلك اللقاء أدخلهم في بعض يعني جزء منها تأهيل وجزء منها تمكين لكن نقول التأهيل عشان يعني نستوعب لو قليلا منه التأهيل يبدأ به اللفة هذه اللي على المكاتب ووش عندنا ووش ما عندنا يبدأ بذلك وينتهي بأقصى مستوياته أنك تجعل مثلا الخبير من الموجودين ملازم له تعطي أدوار بسيطة أو هذا من التمكين يعني قد يكون لازلنا في التأهيل زي ما تفضل في التأهيل يعني اللي ذكرتها لكن التأهيل قد يبدأ أبكر من ذلك قبل ذلك على سبيل المثال تحديد موعد قدومه هل يكون في وقت مباشرة الموظفين أو يكون له وقت خاص مواد الموقع يطلع عليه هذا وخاصة أشياء قد تكون مرحلة بعد مرحلة ما استقطبناه يعني يقولك طيب يمكن قرأ في الموقع لا أنا ما أتكلم هو قرأ بزاوية وش عندهم نعم مش 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 عندنا أو هذه هذه جميلة وش عندهم وليس عندنا وأيضا بزاوية من يكونون وليس بزاوية كيف أكون معهم يا سلام هنا تختلف الزاوية بالتالي لما ترسل وترسل أشياء تهمة في هذا الجانب قبل أن يأتي أيضا أسلوب الخطاب التعيين لما يجي صياغته هذه يعني ترى لها تأثير بشكل كبير يعني في موضوع التأهيل له تقول لي هذه من استقطاب هذه من التأهيل أنا ممكن يعني تتدافع في مرحلة محايدة طيب بعد التأهيل غالبا التأهيل يأخذ وقت بما يتناسب مع استعداده حسب حجم العمل حجم العمل وحسب يعني نوع الوظيفة وهل سيكون هو قائد لها أو فقط يكون هو في البداية سيقاد حتى يصبح قائد صراحة في تدوينة التوقيت رهيبة صراحة فكرة مثلا بعض الجهات عندها أوقات ذروة ما أجيبه شوفوا الطحن وشوفوا الشغل ويمكن يجي يرتبك لا أجيبه فأوقات لي ما في ذروة يتم التوظيف في وقت ما في ذروة يعني كل بحسب اهتماماته كل بحسب اهتماماته لكن لازم تصدر يعني مثلا بعضهم الصدمة تكون مؤثرة فيه في نوعية البرنامج أو نوعية برامج منظمته وهذه سبق طبقته يعني غالبا مهم تدوين أنت توقيت الصدمة يكون بعد من خمس إلى ثمانة سابيع بعد مرورها لا تأخر عن ذلك قدر مستطاع قعد شهرين الآن بعدين يعني من خمس إلى ثمانة سابيع اللسعة هذي كيف تكون ايش الهدف منها الهدف منها مع الأبطال زين التعزيز الشغف والانتمام وأن ترى في فرصة وترى احنا في الأول انت شفت المينيو ايوه لكن هذا طبقك ايوه هذا الوجبة اللي تناسبك يعني دعنا نقول نشكل لستك وخلي نعم خلي سبح هذا يعني ونقول له وعادة يعني هي ميزة الصدمة إنها زي ما سميتها تكون لسعة خفية يعني ما أقدر يوصل مستوى أني عد مرة شلت طوق النجاة مرة واحدة لكني على الأقل غطسته في المكان اللي يحب يغطس فيه ويحب يعوم فيه ويسبح فيه فبالتالي قال إيه هذا مكاني هذا المكان اللي بأنطلق منه هذا هو جامعة حياتي أنا خاشت من الجامعة إلى جامعة الحياة هذا كله في التأهيل الآن هذا كله في التأهيل مع الأبطال أي مع الأبطال طيب مرحلة مدحف في الاستقطاب يا أخي أنت كويس ما شفنا زيك وكذا 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 ويجي في الحفل مثلا استقبال الخطير اللي يقدر يطير هذا الثناء اللي ربما يضغط ترى جميل أحيانا بعض الجهات يعني تدخل أنت وسقف توقعات امتجاهك عالي جدا مهما حرقت روحك هذا بس هذا موسى اللي تقولون ولا ياسر ولا أحمد ولا خالد ولا هذا سبب إشكال يعني أنت كقائدة وبطل كيف تتعامل مع يعني نفسية الإنسان في هذه الحالة شبه هناك قاعدة عامة أو جيد من يستخدمها زدفة تحفي وقلل في الثناء يعني الله التحفي زد فيه تدوين حل ومر لكن قلل من الثناء قلل من الثناء جميل اجعله هو يتموضع داخل المنظمة اجعل الثناء مستحق ايه وهو يتموضع هو يعني يثبت نفسه ويبين قدرته أمام الآخرين سبيك زميل فالمبالغة في الثناء مروا بكا لكل الأطراف حتى للمستقطب حتى البطل اللي جابها حتى الأقرانة جدا لكن التحفي مقبول بل مقبول من الجميع وفي فرق بين التحفي والثناء جميل التحفي ممكن تتم بأكثر من طريقة واحد منها الثناء لك لا تبع لقفية واحد منها الثناء طريقة الاستقبال بسلوب الاستقبال المستقبلين مكان الجديد مكان جميل طيب بعد الاكتشاف المفترض ننتقل إلى مسألة التمكين بعد التأهيق أصلي عفوا آسف بعد التأهيل بعد التأهيل المفترض نحن ننتقل إلى مرحلة التمكين التمكين والتمكين هذه مرحلة يكون وطبعا هو مغزة ما قلنا بالصدمة وعادة مرحلة الصدمة هي أيضا مفترق طرق عندها ممكن أن يسعد إذا ما أجاد البطل اللقمة كبيرة أما اللقمة أو ما كانت في المساحة الصح الصح يعني وما كانت في مساحة الشغف والاعتمام الصحيح مع البطل تقول محمد أخي هذه واجبات واجدوا صحبة لا والله تلقائية تجي مع الأبطال وصدقني كلكم تسوون كل الأبطال يسوونها مع من يستقطبون لكن يعني بدون بعضهم كذا بشكل تلقائي تبعض الأحيان الصدمة هي عبارة عن أسلوب تعاطي وتعامل فقط فقط ما تجاوز ذلك يعني قد تكون ما تحتاج هذا التكلف كلها قد تحتاج جزء يعني من الجهد والتكالف من التخطيط لها والتخطيط لها طب ننتقل إلى مرحلة التمكين مرحلة التمكين هي المرحلة أعتبرها اللي بعدها القطار على سكته ما يحتاج؟ يحتاج أولاً أنك تتأكد أن القطار على سكته هذه هي أصعب شيء فيها وأنها على سكتها الصحيحة يعني من خلال تكليفة بمهمة معينة وفق نطاق إدارة يعني واحد منها زي ما قلنا يكلف بمشاريع صغيرة في الفداية بمهام متدرجة بمهام متنوعة طيب صغيرة أو قصيرة يا أبو محمد؟ الصغيرة تشمل الحجم والطول الطول اللي أقصد بالقصيرة أن هذا نفس قصير قصير ووقت قصير إنجازات يحتفي يعني يتحفز زين وأيضاً حجم العمل زين وأيضاً مهم تكون متنوعة أنت بتخليها في مسار واحد إذا بطل حتى تعرف يعني حق الطعام حقه وحقنا بعد أي في نطاقنا طبعاً ما أأجي بعد طبق من الخارج لكن على الأقل في نطاقنا هل من الممكنات أنك يعني تعطيه صلاحيات؟ كيف هو يدير هالناس اللي معه ويامر عليهم قابل الله بيكون في مقاومة يعني جميل هنا يجي القاعد ويمكن حصل فرصة نتحدث يعني في وقت لاحق أو في ددوينات أخرى قضية متى يستخدم المركزية ومتى يستخدم اللامركزية نحن عندنا مشكلة عندنا حساسية من المركزية نعتقد المركزية ليست خطأاً نعتقدها خطأاً أن الإنسان المركزي شيء خطأ للعلم المركزية ليست خطأاً على إطلاقها أو ليست سيئة على إطلاقها واللامركزية ليست إيجابية على إطلاقها الصح أنك تستخدم المركزية في وقت ومع أشخاص واللامركزية في وقته مع أشخاص ومن نعصي مع نفس الشخص قد في أوقات تستخدم مع مركزية وقد في أوقات تستخدم مع لامركزية نرجع لي وهي دائما مختبطة بقصة الصلاحيات وأنواع الممكنات نجع لي موضوع تمكين التمكينة لا شك لكن أهم شيء أن الصلاحيات تكون محجمة وقتاً ونطاقاً ما تكون مفتوحة في البدايات تكون في البداية مع البطن على اعتبار وما عند الخبرة وعلى اعتبار أن الصلاحية تساوي تحمل مسؤولية وقرار وأن لا زال فترة التأهيد وهو الآن ينتقل للتمكين فتكون محجمة وقتاً وحجماً وزمناً وأيضاً نطاقاً تكون لها تحجيم وهذا بالعكس ترى هذا جانب يعني إيجابي له ويشير قضية الضغور التي تكون في البداية عندها خليه يتعذر والله ما أعطوني ممكنات ما عندك مشكلة ترى هذه ليس عذراً سيئاً في بعض الأحيان خليه يكون موجود خليه يكون خط عودة له ما في بأس ما في بأس أبد أن يكون خط عودة له وشحنا خائفين خليه يجد عذار بعض الأحيان حتى ما يرتبك معك ويرتبك في العلاقة معك ويهتز ويدخل علينا خادشات الثقة دخلت خادشات الثقة ما بين المستقطب والمستقطب هنا بدينا نفقد على هيئة خطوات أنا الآن كبطل كيف أمكن أبطالي الجدد يعني واحد من الجوانب اللي لازم نعتني بها وحنا ممكن أبطالنا أن يكون عندنا خطوات واضحة للتمكين البطل وقائد المميز اللي يريد يمكن الأبطال اللي عنده لازم عنده قدرة على صناعة سيناريو واضح للتمكين تمكين بدون سيناريو ما يصنع تمكين حقيقي وصحيح سيناريو يقرأه من سيناريو يقرأه وينفذه البطل الجديد البطل القائد القائد هو من يعني صاغ هذا السيناريو ومن يقوم بالإشراف والتنفيذ عليه بنفسه حتى يمكن هذا البطل الجديد ايش بنود للسيناريو يعني هو خطوات ان وافقتني ممكن خليها في تدوين خاصة بالتمكين نتحدث عن خطوات التمكين ناخذ حتى ناخذ نموذج نطبق عليه ومراحل التمكين في هذه الخطوات ايضا من الجوانب اللي يتم التمكين فيها ان كيف يعطيه الصراحية احنا قلنا في التأهيل لا فيه تحفظ شوي فيه اعطاء الصراحيات وفيه منحة وفيه اعطاء الثقة الكاملة يعطي الثقة لكن اعطاء الثقة الكاملة الكاملة وخاصة في اتخاذ القرارات الكاملة وكيف اسلوب دعمها ايضا يعني ينبدأ في قضية الانتقاء في التدريب وانواع البرامج التدريبية والتطويرية من صحة العبارة في التأهيل عادة تكون البرامج على اسمها تأهيلية في التمكين لا هي برامج انطلاقة تعطي سويتش وممكنات لان ينطلق هذا البطل في مساره ايضا في التأهيل المدين لا يحتاج جهد القائد لا يحتاج جهد عشان يقنع من معه في تعهيلهم عادة البطل المستقطب يعني بالعكس مرحب بخطوات التأهيل خصوصا اذا ما طالت ايوه ايوه لكن لما ننتقل للتمكين لا محل اجتبعك اما تطلع عالي للتمكين في غير وقته او تخوف منه هنا يجي حنكة القائد القائد ترى حنكة القائد على اهمية مرحلة التأهيل لكن نحتاجها بشكل كبير التمكين لا تحرق بطلك نعم وايضا تقبل كل الموقفين واحتوهم سواء كان عنده تخوف من التمكين او احباب او او تطلع او تطلع عالي من التمكين لابد يكون عندك القدرة مدام مؤمن بهذا البطل ومؤمن بقدرته واحد من الاساليب التمكين اللي اهم من الصلاحيات فتح باب المشاركة يشارك في الخطط يشارك في اتخاذ القرار يشارك في البناء ايا كان في الادوار هذه من خطوات التمكين المهمة اللي نغفل عنها نعتقد التمكين هو فقط صلاحيات احنا دائما ننظر للتمكين يا ابو بدر انه مسارين اسلوبين ونتعاطى مع بهالاسلوبين وهو دائما الاسلوبين اللي تشوف في الغالب تتكرر اما ان استقطب الشخص و اقيد تقييد عالي وانا اللي ماسك الداركسون واوجهه وعشان يتوجه معي يروح للجوانب والمستهدفات ويتعاطى معها باسلوبي اقول الله اني قاعد امكنه او الاسلوب الثاني اني اكتف يعني ارمي الشخص في البحر يلا زين وانا حاطي ديني ورى ظهري وقاعد طالع انغرق والله يا اخي ما وفقنا في هذا الشخص اللي استقطبنا ما هو في المستوى التطلعات التطلعات وخذلنا خذلنا والنجح والله هذا استقطاب شفته حطي محمد احيانا انا اجي هذه مغامرة لو اجي اعطيه اقول هذه خطاتنا حقت ستة شهور وبعض الناس يقول نفذ او بعض الناس يقول عطنا تصور كل الادارة خلال ماذا بتسوي لنا خلال ثلاثة شهور وش الصوات يمكن هذه العباغة من اكثر من سبعتاشر سنة اقولها اقول لها اكتب لي تصوك ولو على قطاسة لا تتكلف لا تتكلف لا تنشغل بالكماليات اكتب اكتب لو على قطاسة سمنت ويقولك ايها وانا جات قلتها وانا وكيل كلية قبل ممكن سبعتاشر سنة اكتب اكتب لو على قطاسة سمنت لا تتكلف اكتب لي بس اكتب لي تصوك وانا طورة عنوياك سوا انا ساعدك هذا تدخل انا طورة عنوياك سوا حين التمكين الحقيقي خله يبادر اليوم كنا في نقاش في تأسيس عمل لدى جهة انا مستشارة وكانت يعني جهة نسائية وانا احد المستشارية لحظة للقاء فاقترحت ادارة واستساغل الرأي فقالوا كيف نبدأ نبدأ من بطلة نفسها تكتب لنا تصور ماذا كاتق نقول مرحلة لولا تكتب التصور كتابة التصور اتوقعنا شيهيا صح والله مربك مربك وعوائده جميلة جدا انا خسرت بطل لاني طلبت منه كتابة التصور وكنت لم احتفي به كنت اثني عليه كثيرا فانضغط صراحة واعتذر هذه من الاخطاء مثلا ولذلك دائما بسط كتابة التصور عشان كده سمنت عطنيها لو كده انا اقول هذه العبارة زي ما قلت لكم صفات عيسانة عطني لو على قرطاس سمنت سمعوها مني كثير الناس عطني لو على قرطاس سمنت وانت سنساعد انت ما لقيت قرطاس تكتفي اكتب لي في قرطاس سمنت يعني اقصد اكتب تصور كما هو ان استطع ترتبه جيد اوجبه نتناقش فيه ونرتبه سوا ابوية هذه هي تحتاج البطل في بناء الابطال يحتاج نوع من هذا التواصل يحتاج هذا النوع من هذا التواصل اذا كتبت التصور انت وياه اذا جعلت قناة التواصل مفتوحة معه هنا يعني اصبح انت بدأت خطوات التمكين من اوسع ابوابها ترى اسوأ شيء في ليفشي العمليات التمكين بل ليفشي الاستقطاب بكاملة اذا دخلنا في خادشات الثقة بدأت تعرف ان احنا دخلنا في خادشات الثقة اذا استطاع اذا رأيت المستقطب زين يعني يتكلف ويجد صعوبة في التواصل معك وخاصة اذا كنت انت احنا اتكلم على الابطال اعرف انك انت دخلت في خادشات الثقة لم يكن دخلت في مربكات الثقة ما تعدين الخادشات هذه واحدة الثانية ان يقع تحت ضغط التقييم اذا استعجلت المراحل ومنها واحدة المراحل انك تطلب يعني مثلا تصورات او جوانب تخطيط متقدمة حتى لو كان بطل حتى لو كان ليس فرق سقر لا تستعجل عليه طيب ثلاثة بعض الناس ابو محمد يعني يقول لا تمدحها انا معجب الشغل لا تمدحها يغتروا كذا ويكبر راسه علينا خلى دائما يشعر انه مقصر عشان ينتج اكثر هذه ما تحرقه يعني هو طبعا المادح يعني ذو حدين سلبي او ايجابي عدم وجوده زين لا شك نه يعني قد قد يؤثر حتى يؤثر على ولاءه وبقاءه والجو العام نعم وايضا الاكثار منه قد يفقد قيمته جدا او انه ينقلنا الى مرحلة تحدي والضغوط وتأزم مع المستقطب ما كنا في حاجتها زي ما ذكرت انت قبل قليل انه لما ترفع سقف التطلعات منه بالثنعات المبالغ فيها والمدح المبالغ فيه والذكر المبالغ فيه ثم يكون هو وخاصة اذا كان عنده اما جانب القدرة مخفض او جانب التواضع مرتفع هنا ممكن يرتبك نعم اكتباك قد يكون اكتباك عالي يجعله يدخلنا في فقده بعضها احيانا ايش وصاياك للمستقطبين يعني شاب توجاي احنا قلنا للقائد لا تستعجل عليهم ساعدهم اجعله يكتب تصور سانده ولو على القرطاس بسط كذا كذا لكن نفس القائد الجديد او البطل الجديد ايش وصاياك له بعض الناس يحب انه اول ما يجي يصبر ويقعد ويهدى ومدري ايش بعض الناس لا اول ما يجي يحب يغير ويلفت الانتباه ومدري ايش بعض الناس يقولك لا تشرق اكثر من شمس هذه التصورات ايش الوصايا اللي ممكن تقدمها لو انا جيتك كبطل انا تويم تعين ابو محمد في جهة خلا نقول خلا يجع قبل ان تتعين اذا كان المستقطب بطل زين ويراد له يعني انجاز يقوم به ودور يقوم به كبير في البداية ان يحسن طلب ممكناته وهذه زي ما قلنا سنتحدث ان شاء الله الجانب الثاني زين ان يركز على كيف ينجح التركيز على كيف ينجح يجعل يتجاوز عدد من المربكات حتى ذائقة السم عنده تتغير وش يسمع وش يترك يعني تتحسن بشكل كبير جدا عنده لما يركز على كيف ينجح ان يمرح خطواته القادمة ما يستعجل على تحقيق النجاحات بقدر ما ان يتأكد من قدرته وعيه الذاتي اصبح بالشكل المطلوب وعيه بالمطلوب منه اصبح بالشكل المطلوب بوصلته وزن بوصلته اصبحت بالاتجاه المناء يعني اللي يرتضيه مصطرة النجاح التي تحدثنا عنها تكون حاضرة في ذهنه لا شك وخاصة في مرحلات تمكين هذه المراحل البسيطة وهذه لازم يساعد القاعد فيها لابد تكون حاضرة مصطرة النجاح وأيضاً يعني جانب مهم أن يرتبط ببطله خاصة في المرحلة الأولى ارتباط عالي جداً وأن يتيسر يصل خصوصاً إذا كان وبمثابة أشبه بالنائب أو لموك لهم مهمة كبيرة بيكون أشبه باللصيق فلا بعش بذلك الأقل في الأربع فصول السنة الأولى طيب مهم جداً بنسبة لها أن يكون عندها ثق أولويات أنا جاي بك عشان شغلات تقعد تشتغل شيء ثاني ترى وإن كان الشيء الثاني هذا استراتيجياً كويس وكذا بس أنا عندي أشياء ملحة عاجلة يمكن اللي ذكرتها في البداية كشاب واعد بطل واعد أو أولى من بعض الجوانب منها اللي ذكرت ومنها اللي ممكن أذكرها مثلاً زي ما ذك تفقه الأولويات القدرة على اتخاذ القرار هذه كلها تأتي هذه تأتي باتبع لكن اللي ذكرتها في الأول أهم أهم كمرحة تمكين أهم بشكل أكبر بكثير هذه تأتي لأن اللي ذكرت قبل قليل تأتي بالممارسة فقه الأولويات القدرة على اتخاذ القرار القدرة على إدارة الفرق القدرة على التخطيط القدرة على إدارة المشاريع هذه تأتي تباعاً لكن الأهم ما ذكرت أنه يأتي قبل وخاصة في فترة في بداية فترة التمكين وهو أكد على قضية ما قبل فترة التمكين وقبل الاستقطاب طلب الممكنات طلب الممكنات قبل الالتحاق بالعمل ترى مدرسة لوحده هذا احنا اتفقنا بناخد عنا بس نتكلم عن عائدها على البطل بناخذها إن شاء الله بشكل مستقل بس نتكلم عن عائدها البطل ممتازل مدرسة تطويلية لواء لوحده للبطل اللي هم ممكنات نعم قدرته على طلب الممكنات الآن في ختام هذه التدوينة إن شاء الله ما تكون طويلة إن شاء الله تكون طويلة واثرية ومليئة كما تعودنا منك أبو محمد نحن عندنا أربع مراحل مراحلة اكتشاف ثم بعد مراحلة اكتشاف فيها تفاصيل الوفرة العين التي تلتقط نأتي لمرحلة الاستقطاب والأسئلة الذاتية والجلوس معها كم جلسة وأسئلته وأسئلة الذكية الخمسة والأسئلة السابرة وغيرها نأتي مراحلة التأهيل وتبدأ بمرحلة ما قبل شوف هذا موقعنا اقرأ عن كذا واللفة داخل المقر والتعرف على الناس هدفنا استراتيجية مراحلة الترحيب مراحلة الترحيب هذه الأشياء البسيطة وانتهاءا بالأشياء الكبيرة ثم نأتي مرحلة أخيرة ومرحلة التمكين نسينا مرحلة الصدمة بعدين مرحلة التمكين في مرحلة التمكين عاد يأخذ شوي مهام نعطيه شوي مسؤوليات نرفع شوي مستوى للصلاحيات نسانده نقف بجانبه نطلب منه ولا نكلفه ولا يجب أن يكلف نفسه وخلني أقول نكبر سوا صحيح وأنا كقائد باجي أقول له أرجوك هذه مصدرة النجاح ترى فيه نجاحات صغيرة نحتاجها أرجوك اجعل لي مساحة للدفاع عنك بعض الأبطال الجدد ينشغل بالنجاحات الكبيرة فما يكون له صوت أبداً في المنظمة ففي مجالس الإدارة اللي أنا أروح فيها يقول أخويك ذا ما سوى شي فهجي أقول له أرجوك انتبه للنجاحات الصغيرة والمتوسطة اجعلني قادر على أن أدافع عنك فيفهمه هذه الخلطة ويفهم هذه سيكولوجية النجاح داخل المنظمات والعون والتوفيق أولاً وآخراً بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان يسأل لعز وجل دائماً وأن يصلح به سبحانه وتعالى تدوين أخير أبو محمد يعني إذا كنت شيء بقوله كتدوين أخير أبو ياسر أنا أقول لكل قائد حتى تكون صانع حقيقي للقيادات والأبطال دائماً يعني ردد فريقي أولاً جميل شكراً محمد شكراً لك نلتقيك إن شاء الله في حلقة قادرة إن شاء الله بإذن الله هذه الحلقة برعاية مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية